للحديث عن الصراع السياسي في العراق وفشل الأطراف السياسية بالتوصل لاتفاق بتشكيل الحكومة معنا السيد عبدالقادر النايل الكاتب والمحلل السياسي عبر اسكايب السيد عبدالقادر بداية مرحبا بك مقتدر الصدر تحدث عن خلافات داخل الإطار التنسيقي كيف تنظر إلى حديثه ما طبيعة هذه الخلافات برأيك أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام تتصاعد أزمة العملية السياسية بين أطرافها وتتعمق الهوة فيما بينهم لأن حقيقة الكل يبحث عن المصالح الفئوية وبالتالي وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود الخلافات شاسعة داخل ما يسمى الإطار التنسيقي لأن هذه الخلافات حقيقة تعتعمق وتنكشف يوما بعد يوم من جهة أن المالك يسيطر على مجمل قرار الإطار التنسيقي وما اعترافه اليوم بأن الشعب العراقي بـ 75% لم يشارك من الانتخابات وهو اعتراف لأول مرة هو يؤكد تماما على أن العراقيين رفضوا هذه العملية السياسية وإجراءاتها ثانيا أن المالك حقيقة استحوذ على الإطار التنسيقي مع الميليشيات الولائية أمام كل من الأطراف الأخرى أمام هاد العامري أمام عمار الحكيم وبالتالي أمام حيدر العبادي إذن هناك خلافات كبيرة على زعامة أو التصدر أو لملمة المشهد أو بالاتجاه بالذهاب باتجاه حلول أو انتخابات جديدة لذلك حقيقة بدأت مراحل الإطار التنسيقي تتصدع من حيث المصالح الفئوية والشخصية ما بينهم ومن حيث المالك وتهديداته باستخدام الملفات التي يمتلكها على مجمل أعضاء الإطار التنسيقي هذا كل حقيقة يدفع باتجاه أن الأزمة السياسية الحالية دخلت بالنفق المضمن الذي لا رجوع عنه وبالتالي هذا يؤكد على أن لغة الحوار ولغة التي يدعى إليها وهو حوار الفرقاء وليس حوارا وطنيا كما يدعي الكاظمي هذه حقيقة ذهبت لا قيمة لها ولم تجدي نفعا أمام التطورات التي تشهدها ديناميكية العملية السياسية الحالية من خلال الصراعات المبنية على أسس مؤدلجة وبالتالي على تنافس صفري وعلى هذا الأساس فإننا سنشهد قادم الأيام اللجوء إلى لغة السلاح بدل لغة التحشيدات الحاصلة التي وصلت إلى ذروتها أثناء تحشيد الشارع أتوقع أن تكون هناك لغة سلاح في خضام هذه الأزمة؟ يعني الواضح تماما على أن من وصلت هذه الأطراف إلى تحشيد الشارع بدل لغة الحوار فيما بينها هذه القضية مرحلة بدائية للوصول إلى أن الطريق مسدود للحوار فيما بينهم والتحشيد في الشارع هو يؤدي إلى حمل السلاح لأن الأطراف الإطار التنسيقي والصدر كليهما يمتلكون السلاح وبالتالي فرض الأجندات بالقوة هو المطروح لذلك ستتكلم فوة السلاح مستقبلا على ما يبدو أن هذه الأزمة تختلف عن سابقاتها أستاذ عبدالقادر النايل أستاذ تحدث عن لجوء كتل سياسية إلى دول الجوار ووصفها بأنها كتل فاسدة ترى ماذا يقصد بدول الجوار؟ من هي هذه الدول؟ أولا لجوء عمار الحكيم إلى المملكة العربية السعودية وعما معروف تماما بفساده وصراعه على المستوى العائلي مع عائلة الصدر وهذا تاريخيا وعلى المستوى أنه حقيقة امتلك عدة سيناريوهات مع الإطار التنسيقي وأراد أن يكسر الصدر ومتظاهري بكثير من الأمور سواء بتحشيدات في خطبة جمعة في بغداد أو غيرها من التحركات المشبوهة التي كلها حقيقة تهدف إلى استهداف الصدر والصفافي مع المالكة وبالتالي هو يقصد عمار الحكيم هنا بشكل واضح وصريح تماما فضلا على أن بعض الميليشيات التجئت إلى الحرس الثوري الإيراني وإيران وكل هذا حقيقة يعني يأتي في خضم صراعات إلغاء أحدهما للآخر في التنافس الصفري لذلك عندما أقول أن لغة القوة والسلاحية التي ستكون الفيصل لأن الكل وصل إلى طريق مسدود وعندما يتم حقيقة تسول لعمار والإطار التنسيقي على أبواب دول يعني معروفة وكبيرة وجهية جيران العراق هذا يؤكد تماما على إفلاسهم وضعفهم الداخلي وأنهم لا يمتلكون الآن إلا حل المواجهة المسلحة مع الصدر أستاذ عبد القادر هذا الفشل بإدارة البلاد داخليا بالتأكيد لكون عكاسات على تمثيل البلد خارجيا كيف تابعت فضيحة سفير العراق في الأردن أولا واضح تماما أن هؤلاء لا يمتلكون من الدبلوماسية شيئا ولا يفهمونها ثانيا معلوم تماما أن هؤلاء طارئين على السياسة فهؤلاء صنعهم الاحتلال الأمريكي وجاءت بهم إيران وبالتالي معلوم أن السفارات في العراق خارج العراق هي تمتلكها إيران لذلك من الطبيعي لأن هؤلاء خانوا بلدهم ووطنهم فكيف لهؤلاء أن لا يذهبوا بهذه الطريقة لذلك ما جرى حقيقة يؤكد على حقيقة هذه الأحزاب وشخصها ولا سيما أن هذا السفير مقرب من المالكي بشكل واضح تماما لذلك حقيقة ما يأتي على أن هذه الأمور تثار كلها بسبب ارتباطهم بالمالكي وثانيا هؤلاء حقيقة هذه حقيقتهم يعني لو لم يكن هناك عملية كشف ربما كانت هناك عمليات أخرى لسفارات أخرى أبشع مما تم الكشف عليه لذلك هؤلاء قارئين بهذا الإطار في جوهر الكلمة كلمة انتخابات يعني هناك مشروع للكتلة السياسية في جميع البلدان وفق معايير محددة تكون المادة المستهدفة هي البلد والمواطن في العراق يا ترى هذا المشروع السياسي الذي خرجت به الانتخابات الأخيرة وكل انتخابات منذ احتلال العراق هل تتمحور حول تطوير البلد تطوير المواطن الاهتمام بالمواطن ما هو حقيقة المشروع السياسي لكل انتخابات الكتلة السياسية عندما تتحدث عن مشروع سياسي هذا المصطلح سئم العراقيون من سماعه يعني المشروع السياسي المشروع السياسي ما هو مشروع هذه الكتلة مشروع الكتلة السياسية في العراق يتمحور على قضيتين قضية خارجية وهو الولاء للدول الراعية للعملية السياسية ومقدمتها امريكا وايران وايران هي اللاعب الرئيسي لانها سلمت العملية السياسية بكل تفاصيلها لذلك هم لا يقدمون اي ولاء الى الشعب العراقي ولا يطمحون الى اعماره بل بالعكس يقدمون على ولاءهم الى دول الخارج ولسيما ايران من اجل الوصول الى المقاعد الانتخابية لانهم غير معنين بانتخابات الشعب وبالتالي انتخابات كلها مزورة وثانيا هي العملية على كيف يمكن توظيف المال السياسي المسروق من الشعب العراقي لزيارة عدد المقاعد من اجل الوصول الى الحصص الانتخابية لكسب مردودات مالية وقد شاهدتم بعض التسريبات كيف يؤدي الوزير قبل تسلمه الوزارة القسم لصاحب الكتلة السياسية بانه يسخر الوزارة سرقة وكل ما فيها من منافع الى هذا الحزب لذلك هي ليست قائمة على استهداف المواطن وبالتالي برامج انتخابية يمكن له ان يطبق جزءا منها او كلها وبالتالي المواطن يقتنع ببرنامج انتخابي هو غير قائمة على اعمار العراق لان المشروع في العملية السياسية الذي بنيت في عام 2003 اهبان الاحتلال الامريكي هو مشروع تدمير العراق المستمر لمدة عشرين عاما وبالتالي كل من يستطيع ان يسرق المال العراقي ويدمر البنية التحتية للعراق سيحظى بوجوده في العملية السياسية ومناصبها نشكرك شكرا جزيلا ضيفنا عبر سكايب اليساد عبدالقادر النايل الكاتب والمحلل السياسي